موسيقى مشاهدينا مشاهدي طقس العرب السلام عليكم ورحمة الله نستعرض سويا الاحوال الجوية التي ستسود خلال شهر شباط باذن الله طبعا اعداد النشرة الجوية الشهرية يختلف عن اعداد النشرة الجوية اليومية كون النشرة الجوية الشهرية تغطي فترة زمنية اطول بينما النشرة الجوية اليومية تغطي فترة زمنية قصيرة وبالتالي تكون النشرة الجوية الشهرية قابلة للتعديل وليس توقعات حتمية وبتعطي صورة أو خطوط عريضة وملامح عامة عن الأحوال الجوية التي ستسود خلال شهر معين مثلا أو خلال فترة زمنية طويلة وهي أيضا زي ما حكينا قابلة للتعديل الآن نستعرض الأحوال الجوية التي تسود أسبوع وراء أسبوع خلال شهر إشباع ففي الأسبوع الأول نتوقع أنه في الأسبوع الأول يكون الجو في بدايته يكون الجو مستقر حتى خمس إشباع لكن نتوقع في ست وسبع إشباع أن تتأثر المنطقة بما فيها المملكة بمنخفض جوي وكتلة هوائية باردة تؤدي إلى حدوث انخفاض واضح على درجات الحرارة اجتداد سرعة الرياح وسقوط الأمطار في معظم المناطق الأمطار قد تكون مصحوبة بالبرق والبرد والرعد أيضا وهناك في فرصة لسقوط زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية اللي بزيد ارتفاعها عن 1200 متر عن مستوى سطح البحر مثل جبال عجلون وجبال الشراح طبعا بعد الأسبوع الثاني من شهر إشباع اللي هو ما بين 8 إلى 14 إشباع نتوقع في البداية أيضا في بداية هذا الأسبوع تستقر الأجواء مجددا مع وجود احتمال تأثر المنطقة بامتداد لمنخفض جوي بيكون تأثير واضح من حيث الانخفاض في الحرارة وتكاثر الغيوم وفي هناك فرصة لتساقط الأمطار خاصة في الفترة ما بين 12 و13 إشباع ففي فرصة لسقوط الأمطار إن شاء الله أما الأسبوع الثالث اللي هو ما بين 15 إلى 23 في البداية أيضا هناك مؤشرات إلى أنه تكون الجو مستقر في البداية لكن في الفترة ما بين 17 إلى 23 هناك مؤشرات ودلائل بتشير إلى أنه راح تتأثر المنطقة بما فيها المملكة بمنخفض جوي وفعالية جوية باردة فبيكون الجو بارد وغائم وماطر أما قضية الثلوج اللي ممكن تنتج عن هذا المنخفض الجوي بجوز حد يتساءل أنه هل هناك ثلوج هذا يعتمد على مكان أو تمركز المنطقة التي يتمركز فيها المنخفض الجوي وعمق هذا المنخفض الجوي ومصدر الكتل الهوائي الباردة التي تندفع خلفه ومصارها طبعا هذه هي خطوط عريضة وعامة لكن نوافيكم بأدق التفاصيل كلما اقتربت الفترة الزمنية لأنه كلما كانت الفترة الزمنية طويلة وبعيدة كلما قلت دقة التنبؤات الجوية اللي بنحصل عليها من النماذج الرياضية الفيزيائية العددية هذه هي الأسبوع الرابع اللي هما بين 24 إلى 29 إشباط اللي هي بيكون نهاية هذا الشهر عادة تستقر الأجواء في بداية هذا الأسبوع لكن تتجدد فرصة تأثر المملكة بمنخفض جوي مع نهاية شهر إشباط وبداية شهر آذار وبالتالي يتجدد الخطول من خلال ملاحظات عامة حول التوقع خلال هذا الشهر بنلاحظ أنه كل أسبوع من هذا الشهر هناك فاعلية جوية تتأثر فيها المملكة تؤدي إلى انخفاض في درجات الحرارة وتساقط الأمطار وهذه نعم من نعم ربنا والحمد لله رب العالمين على نعم الكثيرة التي لا تحصى ولا تعد أيضا ملخص عن معدلات كميات الأمطار التي ستحطل خلال هذا الشهر من المتوقع أن تكون كميات الأمطار حول معدلاتها في معظم مناطق المملكة كون المؤشرات تشير إلى تأثر المملكة بأكثر من حالي جوية وأكثر من منخفض جوي تقريبا زي ما حكينا كل أسبوع في حالي جوية تقريبا لحد الآن أما بالنسبة لدرجات الحرارة فهي تكون حول معدلاتها المعتادة في مثل هذا الوقت من السنة وفي مثل هذا الشهر بالذات حيث تمر المملكة بفترات باردة أحيانا ودافع أحيانا أخرى طبعا هذه هي ملامح عامة وخطوط عريضة عن الحالة الجوية المتوقعة لهذا الشهر وأي تغييرات وتفصيلات سنوافيكم بتفصيلاتها وأدق التفاصيل أول بأول كلما اقتربت الفترة الزمنية للتنبؤ عنها وأصبحنا في فترة زمنية آمنة ودقيقة حتى نعطيكم أدق التفاصيل ونشرات جوية دقيقة بإذن الله طبعا والله أعلم عزائي المشاهدين تابعونا على طقس العرب اريبيا وذر دوتكم وعلى وسائل التواصل الاجتماعي شكرا لكم وشكرا لمتابعتكم اشتركوا في القناة